اشتركوا في القناة معقدة تعتمد على حاجة قبلها انت مفتكرها ولازم اعيد اشرحها في كل سريم ولا في كل فيديو فالليل بنبغى نسويه هنبدأ من الاساسيات وبعدين هنتوجه للحاجات اللي بعدها ولو في اي احد فاته اي حاجة واحنا بنشرحه ونحنا بنعلم الشرح هذا يصير يقدر يرجع على الفيديوهات السابقة في اليوتيوب ويلاقيها مفصلة وحيصير والله يحيقدر يركب واحد فوق واحد اول شي اللي يبغى تكلم عنه اليوم اللي هو حاجتين دائما نسألها انا برونز انا لو اي لو انا مني عارف اشي سوي انا كيف اطلع من الممارة اللي انا في انا بسوي كل حاجة صح وبرضه ما بطلع انا بفوز بره كثير انا بجيب عشرين كلف القيم وبرضه ما فوز انا اعوذ بالله من كلمة انا اسوي كل شي لازم اسوي التيم حقي هو اللي دائما خربان التيم هو اللي دائما يسوي مشاكل ال شوف القيم ارسل لي صورة القيم اللي هو اللي عب فيه ولاقى اوا 15 ولا 20 كلفعلا والقيم 50 دقيقة ولا 60 دقيقة وبرضه انهزموا ام اه والقيم اللي بعد وتلاقي 10 قيم بعدو ولا 15 قيم بعدو هو برضو هزايم وكل شوي ما هزوهم ومفيد وعنده 10 داتس ولا 20 داتس فيه فيه مفهوم لازم نفهم ام اول شي عشان تمشي فليق عشان تقول إنه أنا عارف فيليق عشان تعرف كيف تلعب اللعبة زي الناس ولو قدم لازم يكون في عندك أساسيات أنت متمكن منها يعني أو بوبلاش متمكن منها هتجري استطورها هتبدأها و بعدها هتجري استطورها حبة 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 إليه ما هتتمكن منها وكل ما هتتمكن من واحد منها هتبدأ تزيد إمكانياتك في حاجة مرة ضرورية الـ game هذا ما يفرق ما يفرق فيه أنت في game واحد من عشر أقيام الـ game هذا أهم شي فيه أنه أنت في كل الأقيام أدائك ثابت لازم أدائك ثابت لما يثبت أدائك وتشوف انه انت consistent انا دايما نقول الكلمة هذي consistent ادائك في كل الاقيام ورابعات في نفس الاداء الكي دي ايه حقك عالي ما عندك deaths كثيرة عندك CS او عندك minion count مرة كويس وتسوي نفس الشي حتى لو انت تنهزم صدقني مع الوقت حتبدأ تفوست ما يهمني انت فوست قيم واحد وبدعت فيه فجرت الدنيا وعشر اقيام بعده ما فوست هذا ما هذا ما له اي معنى هذا معنى انه والله الناس اللي كانوا قدامك منوب ومشيت بالبركة معاك وبعدها رجعت كويس انت ما تبدأ تسوي مجرل نفسك وتشوف امكانيك وتشوف كيف ادائك الى ما تشوف نفسك بتسوي نفس الاداء في كل الجيمز والحاجات الاساسية اللي بنركز عليها انا انا كاتبها حوالي عشرة حاجات الحاجة الاولى ام كيف اطالع في المينيماب كل شوية واحدة من المشاكل الكبيرة اللي اشوفها في عامة في ليك انه انت دايما تدخل اونلاي ولا تروح تحاول تضارب معهم انت ماشي هنا انت هذا الادسي ولا المد بلاش المد وهذا هنا وانت روح تروح تجي جري عليه وتضربه وتتضارب معه وما تشوف انه والله هنا في وارد وفي جنغل نازل لك ولا هنا في احد وفي جنغل نازل لك ولا ما انت شايف هدول اللي تحت ما هم موجودين هنا ولا اللي فوق هذا مو موجود هنا فانت تروح تقرر تاخد دسجن انه انت والله تدخل عساس تحاول تاخد كله تسوي دايف وتلاقي فجأة الجنغل حقهم جاكو بعدين تروح يا جونغل ليه ما جيتني فنبغى فنبغى نتحلم حاجة اساسية كل مرة تسوي حاجة كل مرة قبل ما تضرب اي احد او قبل ما تفكر حضرب الشامبين هذا طالع في المينيماب نزل اطرف كده بعينك شوف المينيماب سواء في اليمين ولا في اليسار شوف المينيماب انت سيف انت كويس سويها طبعا في حاجة احسن من كده في في طريقة عشان تعود بيها عينك وعقلك الباطن من انت تسوي الكلام هذا نونستوب طول الوقت كل ما تقتل اثنين مينيونز ولا اربع مينيونز ولا خمسة مينيونز ولا نزل برنامج يسوي صوت وراك كل خمسة توانية اي في في الف طريقة ممكن تستفيد منها تستغلها على اساس انت تقر تطالع في 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 المينيماب كل شوية بس لازم تعود نفسك تسويها وهذا شي ما هيجيب نفسه يا شباب اي واحد يبغى يمشي في القيم هذا ويبغى يتعلم في القيم هذا ويتحسن في القيم هذا اذا هو مناوي يشتغل ويتعب نفسه ويسوي جوت ما هيتحرك هتبقى سنة سنتين تلاتة اربعة في نفس المكان من دون اي داعي الحاجة التانية اللي بتكلم عنها اللي هو يعني احيان حتى انا حتى انا هذي مقصر فيها تشوفوني نستخدم ال F1 وال F2 وال F3 وال F5 الشباب عشان نشوف ايش ساير مع 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 خوياننا مع الناس التانين اللي معنا فجأة سمعت فرست لاد توب روح على طول F1 او F5 انت عين عين لكل واحد منهم عندك اه بطن على اساس من يوم ما يموت تقر تطالع فيه ليش تبطالع فيه عشان انت بتعرف انه اللي قدامه سوا فلاش سوا سكل سوا ابلتي خلص الالتي حقاته ولا ما خلصها بالذات اذا انت جنجلر مرة ضروري انت تشيء لانه الجنجلر دائما يتحرك كثير فممكن يروح توب عشان يساعد فيهمه انه يشوف الادمي هذك ايش سوا اللين از بوشت ولا موهو بوشت طبعا زي ما قلت اشيبه هذي هذي الجنجلر اهم من البقيه يعني مشرط انا اي دي سي جالس افرم اللي فوت مات مشرط اروح ايطالع في اللي فوق بس اذا انت جنجلر مرة ضروري يهمك تطالع لو احد مات لو احد فاز لو احد سوا شيء تروح على اللين هذك وتشوف ايش بيصير في اللين في نفس الوقت ليش تبت تشوف ايش يصار في اللين عشان تبت تعرف اوه اللين از بوشنج انا لازم اروح اساعد اوه الادم يبقي له لمسه خلينا اروح اكتله اوه فلش انا اسجل في اقلي انه والله الفلاش حقاته هترجع بعد خمس دقائق اوه سوى غوست حسجل في اقلي انه عند الفلاش القوس حقاته هترجع بعد اربع دقائق اللي بعده طبعا هذا اللي هو الويب مانجمينت والويب كنترول وهذا هنتكلم عنه بطريقة مبحرة في شرح تاني في فيديو تاني مفصل كده فيديو الحال ومخصوص الويب مانجمينت عامة بكل بساطة متى تدف الويب متى تسوي فريز للويب متى تسوي سلوك وش للويب متى توصلها الينا التور متى تخليها ترجع عليك وكيف وكيف ومتى تسوي لاست هيت بس متى تسوي كل شغلات هذه اللoineزم تسويها وهذه هنتكلم عنها بالتفصيل المامل برضو الشغلة اللي بعدها اللي هي الاساسية المهمة اللي هي والله الواردين كوريكلي في فرق بين واردين وفي فنق واردين كوريكلي واردين في أي محل واردين كوريكلي تسوي الوارد في المكان المناسب في الوقت المناسب وهذي برضو لها فيديو الحال انا ا Traveling Acces本 alright أنا قبل اربع ايام ان شاء الله حينزلوا على اليوتيوب هلكل حينشوفوا حتلاقوا موجود في نفس المحل. احنا في بداية حتلاقي عندنا مبدئيا. اذا احنا احنا في خلينا احنا في حتلاقي حطيت على طول هنا وهذا هنا. المفروض يحط هنا او هنا او هنا. يعتمد هنا نفس الشيء هنا 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 في وهذه الاساسية. بعد ما نشيل التاور حقهم. شدنا التاور حقهم. اذا شدنا التاورات حقتهم نقلب حقتنا حاجة نسميها داخلية. نحط الواردز حقتنا هنا. والاحتمال حتى هنا عشان برضو تنفع هنا على اساس نشوف لما رجعت نفس الشيء هنا وهنا. كيفين يا شباب الواردز كلها تغيرت محلاتها مع انه كانت هنا اول في الخط هذا. لحين عشان شلنا التاورات او شلنا اي تاورت تتحرك الواردز. طبعا اول ما نبدأ بالواردات نحطها هنا. عشان هادي اه شفنا الطريق سالك. نروح نحط الواردز اللي بعدها. شلنا التاورات اللي بعدها يا شباب. نفسيش طريقة. اهذا التاور الراح. هذا التاور الراح. وهذا التاور الراح. الواردز حقتنا على توتتحرك. تروح له هنا. هنا. اه بنفس الطريقة هنا وهنا اذا تبغى تشوف او حتى تجيبها هنا شوي اشان تشوف للأدم. واحنا راجعين بعد ما شلنا التور هذا وهذا وقربنا هنا واحنا راجعين نرمي وارد احنا وحنا راجعين هنا ليش عشان نبغى نشوف لو في احد ما نبغى نشوف المينيونز لنبغى نشوف لو في احد منهم بيعدي من هنا ولا من هنا عشان نشوف الجنق الحقهم هنا ولا هنا. الواردات اماكنها مرة ضرورية. في نفس الوقت اذا احنا مهزومين التورات حقتنا راحت نفس الشي ونحط الوارد الاساسية حقتنا كانت هنا وهنا تقريباً نقلبها هنا وهنا عشان نشوف أي أحد داخل علينا من أي مكان عشان نشوف هو جاي ولا ما هو جاي مو زي البلوه نروح نخش كل شوية على البوش وعلى الجنغل ونكتل نفسنا الشيء الفكرة من الواردات إنه أنا ما نحط في موقف إنه أنا في واحد يكفشني ويمسكني ولا أخش الجنغل من دون ما أشوف إنه في أحد في الجنغل وفجأة تمسك عن قتل ويسوي يروح ويأخذ بارن ويأخذ يأخذ تهو ثاني ويأخذ تهو ثالث الشيء اللي بعده يمكن واحدة من الحاجات اللي جداً مهمة في الجيم هذا اللي هو السي أسين أو المينيون كاونت حقك هذي برضو حنسوي له فيديو مخصوصة شباب لازم تتعلم تسوي سي أس إيش مكان لينك سواء أنت جنغل سواء أنت طوب ولا بدمد ولا بط لازم السي أس حقك يتطور لازم السي أس حقك يتحسن لازم توصل لأكبر عدد سي أس ممكن في أقل عدد في أقل وقت ممكن الوضع الطبيعي لو تصير زي السي أس كل دقيقة تجيب عشرة سي أس عشرة دقائق عندك مئة سي أس عشترين دقيقة عندك مئتين سي أس أنت أي شيء ما بين المئة وخمسين والمئتين في العشترين دقيقة أنت ممتاز أنت أي شيء قل من كذا أنت مش مسوي مزبط طبعاً في حالات يكون فيها قانك بانك ولا يكون فيها مكان أنت متقدر تسوي شيء نازلين لي أربع بط ولا طالعين أربع توب ما هو قادر يفرم الماتشاب حقه ما يخلي يقدر يفرم ما هي مشكلة يقدر يرجع الفارم بعدين فيه تانكس زي بوبي زي موكاي زي الشامبيونز هدولة اللينينك فيس حقتهم مرة متعبة يضطر يلعب مرة باسف ما يقدر يفرم طول الوقت بالذات لو جاء قدامه واحد رينج زي جيس زي الناس هذه هيبهضره طول الوقت ما يخلي يفرم عادي يتأخر عن الفارم اللي قدامه 3040 بس لما يصير في عنده مجال يقدر يرجع يفرم لانه لا اوكانومي يشتري ايتمز لا اوكانومي يعني الاتمز حقته رخيصة ما هي غالية زي 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 دامج ايتمز فتنفى معاه ما عنده مشكلة ينتأخر في الفارم شوية مو واللهي انا دقيقة عشرين ما عندي 200 سي اس معنى انا خربان وغلط لا ما لازم تشوف القيم ايش صار فيه جالسوا عندنا اربع طول الوقت ما خلونا نفرم حاولت افرم قد ما اقدر رحنا اخذنا جنقلة توازعنا الجنقلة توازعنا الفارم اتوازعنا المدرمين نطور القيم شوية عشان نرجع فارم فيه فيه اكتر منكم بس عامة كل دقيقة لازم يكون عندك عشر فارم مو القيم خمسين دقيقة وعندك مية وخمسين فارم ولا ميتين فارم تقول لي انا مفرم كويس لا يا حبيبي انت ما انت مفرم الشي اللي بعده طبعا هتكلم عن هكيف تسوي فارم زي ما قلنا زي الناس والاعدين بعدين بطريقة بعد كده ايش يعني لازم تعرف متى يتجي يلو النقاط قوة متى يسير قوي متى لبل وين لبل تو لبل ذري عنده لبل ثلاثة عنده لبل أربع عنده لبل ستة عنده لبل تسعة عندنا cultivate مرة كثيرة لبل ثري حقها مرة لما نلعب رينكتونيوا يا شباب عنده symbol عنده لبل ثو candles عنده لبل ثري 接 Graph وعندهل付 Six iller عنده W عندها عنده لبل ستة وعندها لبل تسعة aldها مهولة عشان عشان الدابليو حقتها حتصير لفل 9 فيه Champions كثيرة الباور سبايك حقته ما بين لفل 7 و لفل 9 كيف تأتي رفش الـ Power Spike كيف تأتي رفش الـ Champion انت بنفسك لما تلعب على الـ Champion حتشوف في وقت من الأوقات الـ Champion هذا حيصير في عنده قوة يعني أكبر من أي وقت تاني وطبعا أو انك تتعلم من المجموع وتتعلم من الناس وتشوف الناس يشتقلك وتشوف الناس يستعلمك ولا هتروح تقرأ عن الـ Champion هذا عشان تفهم لازم تعرف هالـ Champion اللي انت تلعبه وانت متمكن منه وانت بتأكد انه انت مين للـ Champion هذا كثير يجيني مين تشامبيون أنا تشامبيون هذا ما ألعب إلا هو ما يعرف متى الـ Power Spikes حقته ما يعرف متى يدخل ما يعرف انه والله لو هو Level 2 والآدم اللي قدامه Level 2 من مصرحته انه ما يدخل زي أنا أشوف كثير Lee Sin وخازكس Lee Sin Level 2 ولا Level 3 Power Spike عنده مو طبيعي وجايني هكريم يبي يتضارب مع Lee Sin وانه هو Level 3 برضو نوسط طريقة Lee Sin حيفوز على هيكريم عشان الـ Power Spike حقت Lee Sin مرة كويس Level 3 في المقابل هيكريم Level 4 احتمال كبير هيكريم اللي يفوز لانه هيكريم على E حقته اللي هو الـ Double E مرتين أو سوري الـ Double Q أو الـ Double E حيث تعطيله Power Spike تعطيله 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 قوة يكتر الأدم اللي قدامه أصل فشغلة Power Spike on how to manage it ويش تعرفه كيف وكيف الحقك ومتى الحقك تشير بالقوة هذي ومتى تتحسن قوته مرة ضرورية لازم تعرفها عشان انت برضو زي ما قلنا في عقل الخلبات انت تعرف انه انا اول ما تجي الـ Power Spike هذي انا هكون عندي Advantage اللي قدامي انا هدخل غير كده فيه الـ Power Spikes حقة الـ Level Advantage زي دايما نشوفونا ايش هاب لما نلعب وت نحاول نجيب Level 2 قبل الناس اللي قدامنا طبعا By default انت عندك Level اعلى من الـ الادم اللي قدامك انت عندك Power عليه فاهمني فتجيب فتجيب الـ Level تجيب الـ Level Advantage انت تاخد الـ Power Advantage على الادم اللي قدامك وتتحسن وتكر تسوي عليه حاجة كويسة بعد كده الماتشابس ايش يعني ماتشابس يعني انا والادم اللي قدامي هل هذا طبعا خليني برايش اتكلم عن الـ لان الـ ستتعقد شوية لانه بتكون يعني انا مثلا ألعب والادم اللي قدامي يلعب فين كيت تكونتر فين بس ممكن يجي سابورت تاني يساعد فين فإنها تكونتر كيت حاجي لها سستين ماتشاب جالها سوراكا ولا جالها صلاة عن نبي نامي عندها سستين مو طبيعية حتيجي يستهيل فيها طول الوقت كيت كل البوك اللي تسوي ما يفرق معها بس بعدين يجي معا كيت والله يسابورت زي ليونا ولا زي ناتلوس ولا زي ثرش اي كونتر الادم اللي قدامه ففي البوت ماتشاب دايما شوية معقد عشان فيه له أربعة شامبيونز مش واحد بس في المقابل مت ولا توب واحد بيلعب رايز واحد بيلعب مش ممكن لكس وفز اظن فز ازا قود كونتر للكس ولا مو يا عيال اذا كان فلازم تعرف ايش هو الماتشاب حقي مدام الادم اللي قدامي كونتر ولا انا كونتر الادم انا اقدر علعب اقرأسف شوية اذا هو كان كونتري انا لازم ألعب باسف ولازم انتبه من حركات ولازم احفظ حركات ولازم اعرف متخش ولازم اعرف والله متل باور ادفانتش حقتي ولازم اعرف انه والله عشان هو كونتري انا لازم ابدأ بايتم ديفنسف على اساس ما يقدر اقتلني على الطول يعني انا قدامي لبلانك في المد ما يش ما يكان اول ايتم اروح اشتريها ايش تقريبا مو شرط يعني انا بس بعطي مثال اول ايتم اروح اشتريها اللي هي ال اشتري ماجيك ريزيست مو طبيعي عشان لما نخش علي دخلة رجل واحد ما يقتلني على طول وهكذا ولما الجارة نفس الشي اذا كان قدامك سندرا تحتاج تسوي نفس الحاجة بعد كده نبغى نتعلم على ايش نشيل اول اذا كان عندي فرصة اشيل اه هذا التور ولا دريك ايش نفضل اذا كان عندي فرصة اشيل الانهيبتر ولا بارن ايش نفضل اذا كان عندي فرصة اشيل هذا التور ولا هذا ايش نفضل ايش سموها ال 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 ايش نفضل اذا كان في الحالة هذه والله عندك شايف عندك انهيبتر هنا وانتو هنا وشايف عندك بارن تروح بارن اول ولا تروح انهيبتر اول انتو قريبين هنا هتروح انهيبتر اول ولا تروح بارن على انهيبتر هذا ولا هذا عامة في تسلسل للأفكار يحتاجه هم منه نعرف متى اخد ايش يعني في حالات والله الدريك احسن فيها من تاور في حالات لا التاور احسن فيها من دريك وهكذا هذي برضو هنفصلها بالتفصيل بعد كده اعوذ بالله مش يطر كثير اشوفهم ما يلعب رانكت ويخاف من رانكت وما يلعب اللي مرة واحدة رانكت وعشرين جيم نورمل لو انت مسوي مرة كويس في نورمل ومبدأ في نورمل هذا مو معناه انت هتبدأ في رانكت لما انت روح رانكت كل الناس نفسياتها تختلف كل الناس اداؤهم يختلف كل الناس بيحاولوا يلعبوا تراي هارت فάνكت interviewed فإذا تبغى تمشي في رانكت كثير لازم تلعب رانكت كثيراي شب لا تتوقع انه انت في يوم من الايام هتدخل القيم هذا وتلعب رانكت قيم ولا قيمين ولا تلاتة قيام في الاسبوع واتتوقع انك انت هتطلع في الايلو لازم تلعب رانكت نانستاب لازم تلعب رانكت نانستاب في ناس في تشالنجر بيلعب في السيزن الواحد ما بين ثلاثة إلى خمسة آلاف جيم رانكت رانكت مش نورمل غير المدري ألف كم جيم اللي لعبها نورمل ترى the more you play the more تتعلم والشي الأخير اللي أبغى برضه أتكلم عنه أنه يا أخي مرة ضروري لما أنت تسوي أي حاجة في الجيم لما أنت تضارب معها سوري بعد ما تلعب أي جيم مرة ضروري أنه أنت تشوف ترجع تتفرج على الجيم هذا وتشوف غلطك ترجع تشوف في القيمة يعني ترجع تشوف وتسجل كده تمسك لك نوت كلكم عارفين النوتس حقتي يا شباب كلكم تشوفوها كلكم إذا أوردي ما شفتوا يعني عارفين قديه أنا أجلس أكتب نوتس وأحط objective في بالي وأحط أقول هذه غلطاتي وهذه اللي عندي حالياً هذه اللي بسويه كل مرة أموت لعشاني فرقات سامنرس كتبتها كل مرة أموت عشاني بسوي كل شيء كتبتها كل مرة أموت طبعاً كل أسبوع أجددها كل مرة أموت عشان أنا ماني حاط فيجين أكتبها كل مرة أموت عشان حمادة راح لحاله برضو أكتبها على أساس طبعاً غير كده أنه أتفرج على الجيم وأشوفيش غلطاتي بالذات إذا كان فيه جيم مرة مسويين فيها أداء مش كويس الجيمز اللي تسوي فيها أداء مش كويس هي الأفضل جيمز تروح ترجعها عشان تتعلم منها الناس تتعلم من أخطائها من الجيمز اللي ماهم سويها فيها كويس طبعاً حتى الجيمز اللي انت فائز فيها ممكن تتعلم بس الجيمز اللي انت طحت فيها وتبهدلت هذا أفضل جيم يتعلم فيه هذا أفضل جيم اللي تراجع تشوف مي فيه مشاكلك هذا أفضل جيم انت تلاقي فيه تلاقي فيه الشغلات البسيطة وباقي من اليوم رايح تركز على أنا إيش سويت مش التيم حقي إيش سوى التيم أبو كلب أتيم أبو كلب كل إنتوا كلكم أحسن من التيمات حقتهم خلينا نرمي هذا ورعنا يا شباب كده ننسى أنه إحنا أحسن يعني أنه إحنا ما إحنا أحسن من التيم خلاص كل واحد ما شاء الله تبارك الله فيكم وصل القمر صار أحسن من التيم حقه نسينا التيم أم أحسن أباك تمسك نفسك كده وتقشرها تشوف كل مرة أنا out of position كل مرة أنا داخل على الجنغل من دون ما شوف وارد من دون ما عندي فجن كل مرة أنا جاري ومتقدم من دون ما support حقي قريب مني كل مرة أنا انكفشت كل مرة أنا ما حطيت وارد كل مرة أنا ماشي الحالي كل مرة split كل مرة أنا كنت بعيد عن البارون ما انتبهت منها كل مرة أي شيء ممكن يروح غلط كل مرة أنت موت أنت جزء من الغلط ما فيها كلام فلازم تراجع على الجيم هذا وتشوف أنا حسوي كده وأنا حسوي كده وطبعا ما حتقدر من مرة واحدة تطلع على الغلط يا شباب من مرة من عشرة من عشرين من ثلاثمية من ألف ما فيها شيء كلنا لأننا ثلاثة أربع سنين في الجيم بنتعلم فيه ناس أتعلم من أول سنة ماشي الله عليه بمرة فهيم وممتاز وتمكن وفيه ناس لا والله زي تارت أخذ له ثلاثة سنين واربع سنين عشان يتعلم ما هو عب كل واحد له وقته كل واحد له إمكانياته سبحان الله الله أعطى ناس الصبر والـ 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 وفيه ناس والله لا يبغى لهم شوية بكل الحالات هذا كل شيء كتاب أتكلم عنه اليوم عام عشان نبدأ نتكلم عن الحاجات هذه كلها بالتفصيل إن شاء الله مع الوقت ونعتبرها سلسلة متجاوبين فيها مع بعض هفصل كل العشرة إلى 11 حاجة اللي تكلمت عنها واحد واحد في فيديوهات على أساس الكل إن شاء الله يكون مستفيد وسلامتكم يا شباب وثانكيو سو متش ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات الفيديوهات والحلقة القادمة هذا وسريك كده طيب عدد هل عنده أي سئلة؟ اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر